دشنت وزارة العدل برنامجا تدريبيا لخمسة عشر موظفا من قطاع الشؤون المالية والإدارية في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن وفي افتتاح البرنامج التدريبي أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة على أهمية معرفة الإداريين بالآلية الصحيحة لكتابة مستندات الصرف والتحصيل المالي وذلك وفق للوائح والصناديق المسؤولة عن صرف المدفوعات وأشار الوزير العارضة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إكسام المشاركين عددا من المهارات المتصلة بتحصيل الإيرادات والخزانة والصندوق المالي من جانبه أوضح وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة طارق العزاني أن الدورة التدريبية تتضمن عروضا تقييمية وجلسات مناقشة تهدف إلى تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين مضيفا أنه سيتم تقديم المواد التدريبية والإرشادية اللازمة للمشاركين لضمان استيعاب المفاهيم بشكل صحيح